السلام عليكم أصدقائي الأعزاء أدنا إليكم بفيديو جديد سيكون خاص بالمدرسة الرائدة وفي أجوبة ديال التمارين صفحة ستة وثلاثون لابينة طروا ثلاثة أعداد من صفر إلى تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون إذا قربت تساليه الفترة ديال الدعم وغادي تدير امتيحان في الأخير رائز بس شوف النتائج ديال هاد الكراسات إذا تمري الأول أكمل جدول الضرب مستعينا بتقنية السلم على دفتري إذا جدول الضرب ما غادي تديره هندزوا مباشرة التمرين رقم اتنان وقاري الأعداد التالية باستعمال الرموز أصغر أو أكبر أو تساوي لأن التلاميذ عندهم خلل أو لك يلقوا مشكل هاد المقارنة إذا نحاول نشرح لكم ببساطة لاحظوا معي عندي تلاتة وستين ألف وثلاثة تلاتة وستين ألف وتسعمائة بغاية نقارن شكل أكبر كان مشي دائما الآلاف كان بدل بستة سيتة مشي دائما الآلاف على حساب قدرت كل مئة قدرت كل عشرة قدرت تكون عشرات الآلاف هذي عشرات الآلاف قدرت تكون مئات الآلاف أنا نصيده سويت إذا هنا عندي سيتة هنا سيتة بحل بحل إذا ندوز للرقم الثاني هنا ثلاثة ثلاثة بحل بحل هنا عندي صيفر هنا تسعود إذا تسعود أكبر من صيفر وكنس بشي صفي؟ ندوز العدد الثاني دائما كنبدأ من الاول من هنا. ما نبدوش من الواحدات. نبدو من هنا. ثلاثة. ثلاثة. ندير عارضات. عندي تسعود. هنا عندي واحد. اذا تسعود اكبر من واحد. اذا امشيتي بحلقة كن اكيد غاديكون الاجوبة ديالك صحيحة مائة في المائة. يلا نبدو هنا. تمانية واحد. اذا تمانية اكبر من واحد. لا. هنا اضطح في خطأ. اول حاجة نحسب الارقام قد قد. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة. هنا ستستدل الارقام. اذا ستستدل الارقام هم اللي هيكونوا اكبر. بلا ما ندير هذه الطريقة. ندر هنا. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة. اذا خمسة اكبر من اربعة. هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة. عاد نبدأ الطريقة ديالي. خمسة. خمسة. هنا واحد. هنا صيفر. اذا واحد اكبر من صيفر. هنا ساديت. صفي? اذا هنا عنديش دول ضرب. ما نخدموهاش كاملة. تسعة في ثلاثة. كم تساوي? سبعة وعشرون. نضع سبعة ونحتفظ باتنان. تسعة في تمانية اتناني وسبعون. زائد اتنان اربعة وسبعون. نضع اربعة ونحتفظ بسبعة. تسعة في تسعة واحد وتمانون. زائد سبعة هي تمانية وتمانون. صفي? اذا ابقى غرج دول ضرب خرجوها الرأسكم. كنشرح لكم غير الامور اللي صعبة. ندزل المسألة بمناسبة حفلة عيد ميلاد شيماء. اشترت الام تسعة وعشرون قطعة حلوة. ثمان كل واحدة هو تماني دراهم. ما المبلغ الذي دفعته الام? اذا الام خضعت ابنة ديالها تسعة وعشرين قطعة من الحلوة. يعني كل حلوة كتدير تمانية دراهم. اذا احنا بغينا نعرف هادو كامل ايش حال ساويين? كنضربوه ستعة وعشرين في تمانية. تمانية في تسعة اتنين وسبعين احتفظه بسبعة. تمانية في اتنان سستاش زائد سبعة تلاتة وعشر. اذا مئتان واثنان وتلاتون درهمان هو المبلغ الذي دفعته الام. ندزل المسألة الاخرى. يملك فلاح تسع بقارات. عنده تسعة ديال البقارات. تنتج كل بقارة خمسة وعشرون لترا من الحليب كل يوم. ديما الكلمات المهمة كنسترع لها. يضع الفلاح كمية الحليب في قنينات تتسع لخمس لترات. لخمس لترات. كم عدد القنينات التي سيحتاجها الفلاح كل يوم? اذا هنا عندكم هذه المسألة شوية صعبة. شنخص ندير اول حاجة نعرفه حال ديال الحليب كتنتج هذه البقارات. عندنا تسع لديها البقارات. كل واحدة كتنتج خمسة وعشرين لتر. اذا اول حاجة نديروه هي اننا نضربه خمسة وعشرين في نسع لكي نعرفه. شحل ديال الليترات كتنتج في اليوم. تسعد في خمسة. خمسة واربعين حتى فضو بربعة. تسعد في اثنان سمنتاز دائد ربعة هي اثنان وعشرون. الليتر. ياك. اذا هاد البقارات كنتجو لنا ميتين وخمسة وعشرين الليتر في اليوم. اذا خصنا نفرقوهم على خمسة ديال الليترات. على القراءة. على القنينات. وكل القنينات التاسع خمسة ديال الليترات. اذا نشدوها نقسمها على خمسة. اذا ميتين وخمسة وعشرون نقسمها على خمسة. اثنان وعشرون مقصومة على خمسة كتساوي اربعة اربعة في خمسة عشرون. لين وعشرين نقص عشرون اتنين. نهب الطعatas الخمسة . خمسة وعشرون مقصومة على خمسة كتساوي خمسة. صفي? اذا العدد هو خمسة واربعون. اذا عدد القنينات التي سيحتاجها الفلاح هو خمسة واربعون قنيناتان. هنا نصل الى نهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفتوا. اراكم في فيديو اخر.